68 عاما مرت على ثورة يوليو ذكرى نجاح الضباط الأحرار بإنهاء النظام الملكي والإطاحة بحكم الملك فاروق تاريخ أحكم سيطرة المؤسسة العسكرية منذ ذلك الحين وفي كل مرة يطرح السؤال مجددا ماذا تبقى من إرث يوليو؟ ثمت من يشيطنها وآخرون يعتبرونها ثورة مجيدة حملت معها شعار التخلص من الرشوة والفساد فبعد ستة عقود حملت ثورة يونيو إنجازات إلى جانب الإخفاقات البعض يرى بأن يوليو حولت مصر إلى لاعب نبارز على الساحة العربية والإقليمية والدولية في سنوات الستينات وكان رئيسها جمال عبد الناصر من أهم وأبرز الشخصيات العربية ساهم ببناء علاقات ودية مع مختلف الدول العربية ودعم الثورات العربية أبرزها مساندته للثورة الجزائرية ضد الفرنسيين كما وهتم الناصر بثورة الفاتح في ليبيا إلى جانب ثورة اليمن التي استلهمت ثورتها بما قام به الضباط الأحرار وأساع عبد الناصر إلى تحقيق الإصلاح والتغيير وتحقيق التنمية الاجتماعية بينما انتقد الكثيرون حقبة الضباط القبضة الأمنية المشددة وإنهاء التعددية الحزبية وتلتها ديمقراطية شكلية في فترة الرئيس أنوار السادات ومبارك وسيطرة الجيش على ثروات البلاد وأخرون لا ينسون نكسة عام سبعة وستين وهزيمة الجيوش العربية تلتها معاهدة السلام مع إسرائيل لكن ما بات واضحا أن مصر جمال ليست كمصر السيسي على الرغم من أنهما من نفس المؤسسة الحاكمة فمهما حاول الأخير رسم صورة عبد الناصر لنفسه إلا أن الناصريون انفضوا من حوله رغم تأييدهم له عام 2013 فناصر الفقراء لا يستقيم مع السيسي فالأول قام على رؤية الانحياز للفقراء والثاني ربط مصر بمعادلة المساعدات والقروض الدولية ويرى آخرون أن عبد الناصر حمل خلفية سياسية ثورية وفكرية حارب بخطابه دول الغربية وساهم في تأسيس الدول عدم الانحياز لكن خطاب السيسي أفقدها ذلك حتى في إفريقيا والعالم العربي فهل فقدت مصر نفسها بعد 68 عام؟